السلام عليكم معكم زميلكم واليوم راح نبدأ موضوع جديد اللي هو أول موضوع اللي هو الأنيمية هو Reduction Reduction Red blood cells مما يؤدي إلى Reduction Oxygen carrying capacity علم الزمن in red blood cells Hymoglobin O2 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 نقص ال-O2B-Tissues يدعون على الأنيميا يدعون على الهيميال وليس تنسي الهيميال من التقارب إلى الهيميال بحضل القارب المترجمات الريثروبويتين يحفز عملية صنع الريثروبويتين تعمل الاختيفيشن بالبونمرو وممكن الاختيفيشن بالأساسي كما تتم دم العملية بس ممكن في اماكن ثانية فرصد من الخلايا الدم على خلاط الرب ولمف نود الاريثروبويتين تسبب الاريثروبويتين تسبب الاريثروبويتين في الاريثروبويتين الاريثروبويتين يمكنiktو نسبب خلال من قدر أفضل المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة خاصة تلك الـ الخاصة تلك الـ المنزلات المنزلات الـRBC عندي مشكلة بالربيسي نفسهم فمن الامثلة على المشاكل بالبون مرة اللي هو Iron Deficiency Anemia Anemia of Chronic Inflammation Megaloblastic Anemia Aplastic Anemia Pure Red Cell Aplasia Myelophysic Anemia Myelodysplastic Syndrome Anemia of Renal Failure وAnemia of Hyperthyroidism اما بالنسبة ل Heimolitic Anemia يقول عندي اكثر من سبب انو الارب اسم ما تعيش لا ال life span او تموت قبل ال life span تبعها الي هو عندي اك estasرينسيك فاكتور وعنده انترينسيك فاكتور فالأكسترينسيك فاكتور يعني ببتكون انفكشن زي الماليريا انفكشن ياما بتكون بيابة بتأثر على الارب اسم او ميكانيكال دستركشن او إنترنسيك ربسي تحديداً بتصير بالليل يعني at night classification according to morphology هسا غالباً according to morphology قصدهم عن السايز عن السايز تبع ال red blood cells فعندي نورموستيك وعندي مايكروستيك وعندي ماكروستيك هسا النورموستيك اللي هو بكون عندي ال mcv mean corpuscular volume بكون عندي من 80% فمن 80% لما بتكون الربي قصد من 80% بكون عندي نورموستيك عادية وفيه انيميا بتكون عادي نورموستيك يعني مش مش ضروري يكون في خلل بل في عندي نيميا مايكروستيك اللي هو إذا كانت المكروستيك او المين corpuscular volume اقل من 80% وعندي ماكروستيك إذا كانت المين سيل فوليوم أكبر من مية ممكن أعملوا بكلاسفكيكيشن أكبر من كيلور لنورمو وهايبو كروميك وفيه كمان هايبر كروميك حسب المين كولبوسكيلر هيموغلوبن والتالي هو حسب الهيموغلوبن هو اللي بحدد لي الكيلور تبع سواء النورمو أو هايبو كروميك الشيب أنسي بيكولاسيستوسيز اللي هو حسب الشيب ياما الشيب تبع الار بي سيز هو زي الصحل اللي هو من الأطراف هو ثك تمام بينما من الأطراف هو ثك بينما من النص هو ثن هذا هو شكل الار بي سيز بس ممكن يكون عندي آر بي سيز ايش مثلا سفيروسايتوسيز يصير عندي اللي هو شكلها كروي أو يصير عندي مثلا شكل الار بي سيز زي السيكل سل زي السيكل سل أنيميا ممكن عندي اسمه شستوستوسيز فهي هي بيكون آر بي سي بيكون عندي خلل أو اللي بقيس هاي الشغلات اللي هو آر بي سي دستربيوشن وثل تمام فياما سفيروسايتوسيز ياما سيكلينج ياما سيشتوسوسيز تمام فهي بالنسبة للكلاسفكيشنز دائماً اربطوا الهايبوكرومك مايكروسايتك انايميا رفلكتس إمبيرد هيموغليبان سنتسيز وبالتالي إذا كان عندي هايبوكرومك ومايكروسايتك انايميا بكون عندي خلل بي الهيموغليبان أما إذا كان عندي مايكروسايتك انيميا it reflacks the stem cell disease تمام بكون في خلل بي و الماتوريشن ليش يكون عندي خلل ب الستمسل دزيز و الماتوريشن لأن المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للحب المترجم للغاية المترجم للفاصل يحمي وaka等ك الساكس هيموغلبن أكثر من الفيميل بسبب المنسطول عند الفيميل أما بالنسبة للأيج فبكون عندهم بنيون أيتس بكون عندهم هيموغلبن كونترات هيموغلبن حتى 6 موات وقلنا الرئيس والمبالي برضو تجوز تجوز ولك فوق ريتكلوس تاستطيع تفديث عنه تاستطيع تفديث عنه اذا كانه مبتد فانا عندي تاستطيع بـ RBC بـ 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 من الـ ريجنراتف تاستطيع تاستطيع التضابط تاستطيع تع usar تاستطيع tag تاستطيع تاستطيع دي انا بارتكلز تتخدم على الخطوط البرد بقيت بالآنمية حلوق لـ حلوق من المشاكل حلوق الذى اخرى تاكيكارديا تاكيكارديا إذا كان لدي أشخاص بأشخاص 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 نملكة مريزة تاكيكارديا تاكيكارديا تاكيكار اصبح لديك عام هموغلبن يتبع اسمه مرقب اسمه بليروبن المركب يومين الثلاثمية 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 عضوة الثلاثمية العرانب الثلاثمية الثلاثمية الثلاثمات يت thirst المترجم للإنترافاسكيلر هذا الشيء خطير زي ما حكينا بالفلويد لص بمحاضرة الشوك والثومبوس اللي هو هايبوفالمك شوك اللي هو بقل الفلويد بالجسم وداث بادي رسپونتس باي شفتنج بادي رسپونتس باي شفتنج باي شفتنج باي شفتنج باي شفتنج باي شفتنج اي policy الهيبوكوكسيا اتزل 2-3 دا تستخدم من السلز لالنتروفاسكولر بتصير عندي دايلوشن melts هموغلوبن بقل تركيزه لأنه أنا صار عندي فلويد أكثر فلويد أكثر بالبلاد فقل تركيز فقل تركيز الهيموغلبن فوصير عندي دايلوشن الأنيمية ووارس هايبوكسيا It stays to two to three days لما يتلقى المريض العلاج وإلى آخره بصير عندي إريثروبويتين سيكريشن عشان يعوض الاربسيز اللي راحت استيميليت اكتيفيتين بون مرو إريثروبويس ويحتاج إلى five to seven days وإننترنال هامريج إذا كان عندي الهامريج إنترنال مش إكسترنال آيرون إزرستور from extravasated ربسيز and used again in erythropoiesis فبالتالي الآيرون الآيرون هو مركب أو عنصر صعب جدا يفقد الجسم بالطريقة المعتادة أو يعني يتخلص منه الجسم وبرضو صعب الجسم يأخذه من برة تمام فإذا كان عندي إنترنال هامريج فالآيرون بظل لسه جوه الجسم آه ولسه الجسم بعدها بارجع باستخدمه بالأيرثروبويسيز أما إذا كان عندي إكسترنال أو GI tract همريج آيرون إزلوست والآيرون لما يصير عندي آيرون يعني أفقد آيرون صعب جدا إني أحوض which complicates the anemia the anemia طبعا هون بتكون normal cromic normal cystic لأنه normal RBC أنا بس صار عندي فقد RBC with reticulocytosis اللي هو reticulocytosis اللي هو بصير عندي reticulocytes لأنه bone marrow is active anemia of chronic blood loss it occurs when rate of the RBC loss exceeds regeneration والتالي هو على مدار مدة طويلة هذا بصير يعني هاي وين بتصير الرئيس لما يكون عندي gastro intestinal diseases زي colon disease مثلا colon diseases أو peptic ulcers تقروحات بالمعدة فممكن يصير عندي chronic blood loss و excessive menstruation تمام و it results in iron deficiency anemia appears لما يصير عندي iron deficiency anemia او iron deficiency anemia appears hypochromic بصير عندي hypochromic و microcystic anemia low reticulocyte with reticulocyte with reticulocyte hypochromic microcystic low reticulocyte with reticulocyte RBC AED 120 days AED RBC AED RBC حيث يكون أقل مئة و اشترين دايز هذا الشيء اسمه اكيميليشن اف هيموغلوبين ديغريديشن برودكت لانه انا صار عندي ديستركشن بالربيسي فكوان لي هيموغلوبين زيادة هيموغلوبين هاذا بتحول او ميتابولايز بالربيسي التواصل المطلوبة 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 او 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 مرحلة المترجم الى الهيموغلوبين 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 تتوقف الاتراضي تتوقف الاتراضي تتوقف الاتراضي لتحرك بسرعة معينة لتحرك بسرعة أقل لتحرك بسرعة أقل مستغلا استغلاق إلى البيلروبن في المقابل المتابوليزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي إذا زادوا كثير إذا ما قدر الجسم يتخلص من ال-unconjugated pillorubin فبالتالي بي بصير عندي جوندس وغول بلادر سونز ورد يورين ذا الترياد عندي ترياد للإكسرافاسكيلر همولاتيك أنيميا أول إشيء عندي أنيميا لأنه صار عندي نقص بالRBC مثلا عندي سبلنوميجالي لأنه إحنا قلنا صار في هايبر بلادر سبلن لأنه صار هو يعمل سبلنوميجاليك بزادة الفونكشن تبعته طبيعي فبالتالي سبلنوميجاليك وبصير عندي جوندس لأنه زاد عندي ال-unconjugated بلوروبن خلصتنا من الإكسرافاسكيلر خلينا نحكي عن الإنترافاسكيلر هموليسوس وبيصير لأسباب معين اللي هو ميكانيكال داماج ميكانيكال داماج إذا صار عندي مايكروورغانيزم إنفكشن إذا صار عندي بثلا إكزوجينس تاكسن إذا صار عندي كومبليمت فكسيشن ما إلها علاقة بشكل ال-RBCs فبالتالي بقل لأنه غير بحضة منه هاموغلوبين هاموغلوبين إلهابتوغلوبين ويقوم بإمكاني ال-RBCs ويأخذها إلى السبين لكي تزيعها إلى السبين مش للبون مارو للسبلين هامو سيدروسيس جماعي متابوليزاتيشن جماعي رينال توبوليو سيلس لديه قوة 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 هيريداتياري سفيروسايتوسيس هيريداتياريين حصب بنافعل هل إنه خلية تهيراء من خق seis اللحم غير الصديق في ان Пр Ст των mut وعد في ممبرين الوحيد الريد بلد سل في الها إيش سايتو سكيلاتون حتي يحافظ على شكلها الطبيعي تمام؟ في عندي سايتو سكيلاتون يحافظ على شكلها صار عندي خلال وها السايتو سكيلاتون كمان لي إيش ذات رندر ذا سل سفيرويد لس تفورما وذلنرابل 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 صار أبنرمال وصار عندي إيش وصار عندي إكسرافاسكلر هيمولوسيس تمام؟ وهي أوتوسومال دومينت انهيرترس باتر فهي مهمة أوتوسومال دومينت انهيرترس باتر وإتس كومن إيش في السكيندينيفيا بالسكيندينيفيان إتس كومن البروتينز اللي مسؤولين عن سفيروسيتوسيس عندي ثلاثة بروتينز اللي هو أنكرين تمام؟ وسبكترين وباند ثري وأنكرين 4.2 وعندي السبكترين وعندي اللي هو الباند ثري هذول الثلاث بروتينز ممكن نصير فيهم خلل فبالتالي هما مكوينين للميمبراين أو سايتسكيلات تبع الـ الـ الباثوجينيسيس بتصير ميوتايشن تبع الـ بيتا سبكترين أو انكرين أو باند 4.2 أو باند ثري هما خمس بروتينيس فهما سبكترين الـ باند ثري أو باند 4.2 وتالي it weakens the interactions between those proteins uh causes uh red cells to lose membrane fragments تمام زي ما بصير هنا loss of membrane fragments لما يصير في عندي loss بالmembrane fragments to accommodate uh see to accommodate this uh the resultant change in ratio of surface area to volume these cells adopt an irreversible spherical shape صار عندي خلل بالراتيو من the surface area to the volume تمام فبالتالي بعمل لي إيش بعمل لي irreversible spherical shape او يعني بتحولوا له irreversible spherical shape وبالتالي مش ممكن يرجعوا لشكلنا بالأصلي spherocytic cells are less deformable than normal ones and therefore becomes trapped in the splenic sinusites or splenic cords where there are phagocytos by macrophages rbc lifespan is dropped to less than 20 days فبالتالي بدل ما كان 120 days life span صار بس 20 days فحسير عندي إيش anemia هاي النورمال البلوت cells lose of fragments لانو صار في عندي خلل بالانتراكشن between these proteins كوان السفيروسايتس والسفيروسايتس صراحت ل السبلينيك ماكوفيجز السريعوس لكنSE السريع المدددين من الصورات السليعية 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 1 Strategia السليعية الرحلة بالسّالك الاوتوصائي Loreens المعKA السليعية دائما بكون عندي إيش Family History دائما باربطهم بالFamily History في أي مرض بكون Autosomal Dominant لازم أربطه بإيش بالFamily History والتريتمنت اللي هو SPLENECTOMY اللي هو استأصل السبلين أصلا عشان هو ما يسوي لي كل هذا الإشي يعني هو أصلا المشكلة وين بتصير بـ فأنا إذا استأصلت السبلين أو بعملت سبلينكتمي المورفولوجي المورفولوجي ربقات ربقات كما يغير الوحيد والحيبر و سيئة لا يوجد حجوية لا يوجد حجوية لا يوجد حجوية المورفولوجي يجب أن تشارع في المورفولوجي مرتدي تظهر العملية المورفولوجي المورفولوجي هذولا هول جولي باديس الهول جولي باديس are fragments of H fragments of chromosomes which is detached and left in the cytoplasm after the extrusion of the nucleus secondary to accelerated erythropoieses appears as one or two eccentric dots هسا ليش هادو بصير هسا احنا زي ما قلنا انه الستمسل سبعة ال RBCs كان فيه ايش كان فيه نيوكليس بينما ال RBCs ما فيها ايش ما فيها نيوكليس وهاي حتكون بايزوفيلك وهاي يزاينوفيلك بالكلر وبكون هون في DNA هون ما في DNA فلما يصير ال Erythropoieses اشي سريع يعني بطريقة بسرعة وما في سبلين عندي هسا السبلين بعمل correction لهاي السيلز تمام فال Red Blood Cells لما يكون فيها هاي ال Holy Body whole Julie باديز بالوضع الطبيعي اذا كان في سبلين ما تطلع عندي هاي الباديز ليش لانه اصلا السبلين بعمل انه يتخلص من هاي السيلز لانه يعني هذول سيكنون أبنورمال فانا بطل عندي سبلين فبطل عندي سبلين اعسف يتخلص منهم فبتالي بشوف هاي الخلايا باديز 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 هاي هم بكونوا 1-2 اكسنتريك دوتز هذولة DNA باديز بصير عندي باديز بالطبع بالطبع باديز باديز منذ سفيروسايتوسيز وحسنا ندخل ب غلوكو 6 فوسفايت ديهايدوجينيس عشان نشرح هذا الموضوع بدنا نرجع شوي للبايو كيميستري ومش كثير يعني انا مش من عشاق البايو كيميستري بس يعني بنرجع شوي للبايو كيميستري الار بي سيز دايما في حالة اسمها اكسيداتيف سترس تمام؟ هاي الاكسيداتيف سترس انه ممكن الجسم مصير فيه انفلميشن هاي الاكسيداتيف سترس اذا اكسيداتيف سترس من الاكسيداتيف السترس ل Lililicam او ما تطلع هاي لايال هاي 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 فالجي اس اتش بتفاعل مع اله 2 او 2 وبيكون لي جي اس اس جي تمام بتحلل لجي اس اس جي عشان يرجع هاذا المركب لانه هاذا ما منه فايدة هاذا هو الجزء الجي اس اتش اللي هو نفسه اللي هو الجلوتاثايون هاذا الجلوتاثايون هو اللي المسؤول عن انه يعمل اه از ان انتاي اوكسيدنت تمام اه اه عشان رجعه لازم نحتاج اللي هو نات بي اتش النات بي اتش مين اللي بيعمله بروداكشن اللي هو جي سيكس بي دي تمام اسم اللي هو الجلوكوز اه 6 فالسفايد ديهايجوجنية انزيم فانما يصير عندي اه ناقص او ديفرشنسي بالجي اس اكس بي دي ما في نات بي اتش وبالتالي ما في الجي اس اس جي يتحول لالجليوتاثايون او يرجع لالغليوتاثايون فالتالي رح يزيد الاكسيداتيو السترس وهيصير عندي عنيما G6PD reduces nicotinamides, adenone, luanadP to natPH While oxidizing glucose 6-phosphate NatPH neutralizes the H2O2 G6PD deficiency is a recessive X-linked trait It is a recessive X-linked trait, placing males at a higher risk of symptomatic disease The enzyme is deficient, African type or non-functioning As a deficient, mildly reduces the G6PD half-life Non-functioning, mildly decreases the half-life So this deficiency is just a reduction in half-life It is not a production It is just a reduction in G6PD The pathogenesis, exposure of G6PD deficient red cells to high levels of oxidants Causes the cross-linking of globin chains Which becomes denatured and form membrane-bound precipitate known as Heinz bodies How do you think the H1O2O? When you are seeing a reduction in G7PD It is about the oxidative stress So you're seeing a cross-linking of globin chains What becomes denatured and form membrane-bound precipitates Membrane-bound precipitates Heinz bodies stained with a crystal violet stain uy التير الهينز بدي надоuring النابراين and causes hemolysis إثال الحينز بدي متسوي عاش تيرين ل를 trees انفح بيت cells تمام اسبلايك ماكرو او ما بتسوي بتسوي بتええ عنك للممبر Vorab شخف ايضا بيت�� Raisin flak Disease ماكروفاجيز identify these heinz bodees and pluck them out resulting in indentation the remaining RBC is called هاش ربس وبتالي الاسپلينيك ماكروفاجيز هي اللي بتهجم على اذا شاء بتحدد ال heinz bodees وبتهجم عليهم فبتسوي ايش زي في ديفكت بال red blood cells وتسوي اشي اسمه bite cells اه اسا بدنا نحكي عن and causes of hemolytic crisis اللي هو ممكن تصير بال G6PD او الاشياء اللي بترفع اللي هو ال hemolysis اللي هي اشياء بترفع l-oxidant stress most hemolysis happens upon exposure to oxidant stress بعمل hemolysis وزيادته بعمل hemolytic crisis و the most common triggers اللي هو infections in which oxygen derived free radicals are produced by activated leukocytes فبالinfections بصير عندي اللي هو free radicals production كثير by activated leukocytes هاي واحد اثنين ممكن يكونوا triggers يرفع l-oxidant stress زي anti-malaria و sulfonamides و عندي الفافا beans الفافا beans ممكن تسبب ايش اللي هو زيد l-oxidant stress فهيمolysis occurs 2-3 days post-exposure appears as a sudden drop in hemoglobin level with pain و تالي الهيمolysis ما تبظهر بظهر ب 2-3 days post-exposure and appears as a sudden drop in hemoglobin level with ash with pain hemolytic anemia هزم نحك عن hemolytic anemia results from trauma to the red cells من الامثلة عليها لوو physical damage لمسال عندي physical damage للRBCs لما يكون عندي اشي اسمه micro-angiopathic disease micro-angiopathic disease اللي هو بتصير بال small blood vessels هاي بتصير بال small blood vessels ايش كيف بتصير هاي المايكرو angiopathic disease عندي small blood vessels بتكون فيها ايش thrombus شو بعمل مش obstruction مش fully obstruction بس يعني بعمل partially obstruct ايش البلد فايجت الRBC من هون ومرت بال الثرombus حولت هالايش من شكلها الطبيعي لاشي اسمه deformed shape اللي هو chestocytes تمام فهذا بصير المايكرو angiopathic disease it is associated with cardiac valve prosthesis لما يكون عندك occurs with cardiac valve prosthesis إذا كان عندي disseminated intravascular coagulation لو DIC إذا كان عندي thrombotic thrombocytopenic purpura لو TTP aggregates aggregates of fibrin and platelets causes the damage of RBCs زي ما قلن aggregates of platelets and fibrin causes the damage to RBCs وبالتالي بعمل لي chestocytes RBCs appears as fragments اللي هو بنسميهم chestocytes chestocytes is a hallmark of age of microangiopathic hemalotic anemia hemalotic hemalotic anemia هي اللي بتسبب chestocytes or microangiopathic diseases ممكن نسبب anemia hemalotic anemia لأنه بتوي trauma ل red cells تمام ف عندي هاي مثال على chestocytes تمام هو شكل هيك غريب جدا يعني طيب هس مع آخر موضوعين بال hemalotic anemia نعليهم مع أو الاشي ثلسيم ثلسيم حديث عندي decrease synthesis of globin chains تمام هس الهيموجلوبن بتكون من الهيموجلوبن بتكون من الشين تمام اللي هو heme تمام و globin هس الهيموجلوبن في اله ألف وعندي بيتا عندي د د او غاما وعندي اللي هو دلتا تمام فإذا صار عندي نقص بالسنتهيس تبعى الكلومين chains بصير عندي نقص بالهيموغلبن لو صار عندي نقص بالهيموغلبن نحن نتبقنا أنه بصير عندي مايكروسيلك أنيميا تمام فالثراسيميا it's a group of inherited disorders that result in decreased production of either alpha or beta chains إذا صار عندي نقص بالالفا chains بصير عندي alpha ثراسيميا إذا صار عندي نقص بالالفا chains بصير عندي beta ثراسيميا amount of synthesized hemoglobin is below normal بصير below normal بقل وهذا deficiency in one of globin chains results in a relative increase in the other ones excessive unpaired chains will cause instability and hemolysis بالأمثلة أنه أنا عندي مثلا alpha chain مبطل عندي alpha chain البتا chain بارتفع تركيزها اضمتها gama chain بارتفع و delta chain برضو بارتفع تمام فالمود of inheritance الهي autosomal recesive فكلهم autosomal recesive ما عاد الو hereditary spherocytosis it is common common in africa common in south east asia بس الثلاثيمة في الو ميزة تحديدا تحديدا بافريكا it is resistant to the infection of malaria falciparum falciparum malaria falciparum normal hemoglobin types in adults في عندي اكثر من hemoglobin type عندي ال HGA hemoglobin A hemoglobin A بتكون من alpha 2 و beta 2 2 chains of alpha 2 chains of beta hemoglobin A2 2 chains of alpha 2 chains of delta hemoglobin F fetal hemoglobin لانه وجود بالفيتس اكثر اشي alpha 2 chains of alpha 2 chains of gamma و بالتالي احنا منشوف انه alpha موجود كل مكان فهو it is the most important the most important chain بالنسبة للجناتكس فالالفا تحديدا خليين نحكي عن الالفا ثلاثيمية هون هون نحكي عن الالفا ثلاثيمية البحثة الآفا ثلاثيمية حول الآفا تحديدا الآفا تحديدا موجود من 2 جناتكس 2 جناتكس يعني 4 أليل يتأثر بألفا يعني 4 alleles 2 genes 2 genes على السم على السم كرموسوم عشانه هو مهم وبالتالي most mutations بالألفا ثلاثيمية المutations نوع المutations في أكثر من نوع المutations نحن نعرف most mutations بالثلاثيمية ألفا ثلاثيمية هي إيش ديليشن فأنا بصير عندي هون إيش ديليشن فهاي هي المutations مش point mutation لا ديليشن بصير عندي طبعا إذا صار عندي ديليشن ب one or two genes results in silent carrier it results in silent carrier فصار عندي واحد اثنين مثلا هاي silent carriers لأنه أنا في عندي two genes ثانين أو three genes ثانين بقدروا يعني يكونوا الألفا chains إذا كان عندي واحد بكون أي سمتوماتيك غالباً إذا كان عندي ثنين بكون تقريباً mild فكلما زاد عدد الـ chains اللي بصير فيها mutations أو بصير فيها ديليشن بتزيد السيفيريتي تبع المرض هسا إذا صار عندي ديليشن ل four genes إن due What it is it results in A H Hydrops Fetalis Hydrops Fetalis Insurance 0.179 gama ايش بتكون؟ احنا زو ما قلنا بتكون من alpha 2 تمام؟ gamma 2 فلو كان عندي فأنا بطل عندي alpha أصلاً فبطل عندي alpha أصلاً فبتجمع عندي gamma 2 مع gamma 2 فصير عندي gamma 4 ونسميه HP Barts HP Barts هذا بسبب لي hydropsyphythalus وهو من أول يعني من الجنين بكون عنده thalassemia وبتظهر بشكل واضح يعني واصلاً ممكن اتميلي التدث يعني اذا صار عندي ديليشن بثري جينز بكون عندي severe anemia results in hemoglobin H بصير عندي hemoglobin H ليش بصير عندي hemoglobin H? ايش هو الhemoglobin H? الhemoglobin H كالتالي انا بطل عندي انا عندي HPA تمام? الHPA بتكون من ايش? alpha 2 beta 2 انا بطل عندي alpha 2 بكمية كبيرة تمام? الـ alpha بطل يفرز او يبطل يتصنع بكمية كبيرة لأنه بس بتصنع لساتهم وجود بس الاغلب بتكون accumulation بس الاغلب مش وجود فبصير عندي accumulation of H of beta 2 بصير يتجمع مع beta 2 فالبيتا 2 بسويلي tetramer تمام? اللي هو beta 4 البيتا 4 هو الHBH الHBH تمام? فالHBH اللي هو اخترا كبيرة من precedента تتجمع لين Styles الاغلبات تكون الهاموغلوبية called Hg-H الاكترا كبيرة tenega اخرى تكون ال electrical باع стало المترجم للأكسجن المترجم للأكسجن المترجم للأكسجن المترجم للأكسجن المترجم للأكسجن من التحب الأجن قال التبعي أكثر على مباشرة هؤلاء مباشرة لا تقوم بعمل بعمل بيتا و بيتا بلس سايلنت أو ميلد أساسيا هو ميلد أساسا بيتا نوت مع بيتا بلس بس هون بصير عندي بروداكشن للبيتا هون نو بروداكشن ات اول للبيتا بصير عندي إشي اسمه ثلاثيميا ميجر وثلاثيميا ميجر تأخذ فو مالذي لتتفلوب ليش تأخذ فو مالذي لتتفلوب لأنه اله بي اف لا يوجد بيتا نوت تأخذ فو مالذي لتتفلوب مع الجنين مع الطفل لما ينولد لأنه لما يكون ببطن أمه عادي لما يكون فيتس عادي ما في مشكلة لأنه اله بي اف أصلا بتكون من ألفا 2 وقاما 2 ما في بيتا تشينز بس مع الوقت تقريبا لحد ما يوصل الشهر السادس بصير اله بي اف يقل بكمية كبيرة واله بي اي هو اللي يزيد هذا بالوضع الطبيعي فأنا ما عندي أصلا بيتا تشينز حتى أكون اتش بي اي فبصير عندي ألفا تترامر بيتا تترامر بيتا تترامر بيتا تترامر بيتا تشينز تترامر من الصباح تترامر 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 تارغيت سيلز تارغيت سيلز تارغيت سيلز تارغيت متوجه المستقبلات للثلاثيمية في كل مختلفة بيتا ثلاثيمية هناك تزداد في الوضع HGA2 و HGF المترجم الى بيتا 30 ميجر المترجم الى بيتا 30 ميجر المترجم الى بيتا 2 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 ميجر في ألفا ثلاثيميا كارير أو مائنر لا يوجد أبنورماليات و تستيجزة تستيجزة في أفريكا و في 10% من العلميع هي يغير من الوفاق مالاريا و موجود في المدل إيست، السعودية، و موجود بالأفريكا و موجود بالأفريكا للمالاريا، أو تحديدا فلسيبه المانفكشين ها! هي يوجد أهتمي و تالي زي الثلاثيميا ها! هي تصميم با إرش إشاني ميوتائي لصارت صار عندي سبستيوشن أو! سنجل أمينو أسد سبستيوشن الهو كان عندي هايدروفاليك غلوتاميك اسد لا هايدروفاليك فالين انذا بيتا تشين تمام فاندي هون بالبيتا تشين هون على التوجين زياني اذا كان عندي سكل سل ديزيز الهو هوموزايقس هوموزايقس يعني اللي هو ثنتين فيهم خلل او ثنتين تحملوا اللي هو السكل سل ديزيز او ثنتين على البيتا تشين هو سكلين فبكون عندي الفا 2 بيتا 2 ايش بس وانا بيتا 2 اس يعني بيتا 2 سكلين فبكون لي اشي اسمه ايش هيموغلبن اس تمام وايلكتروفريسيز شوز هيموغلبن اس and absent of هيموغلبن اي ما عندي هيموغلبن اي طبيعي ان سكل سل كارير اللي هو هيتروزايقس بكون عندي ايش الايكتروفريسيز شوز بوث هيموغلبن اي و هيموغلبن اس بانس فاثنين موجودين الپاثوجينيزز بي دي اوكسيجنيتد كيس لما يصير عندي دي اوكسيجنيتشن تمام دي اوكسيجنيتد كيس الهيموغلبن اس اس tends to polymerize بحفز ايش الpolymerization of هيموغلبن اس in a longitudinal pattern او needle pattern او needle like structure distorting cell shape and creating ايش سكل سل shape او سكل شايف سكل شايف زي المنجة زي هيك زي الهلال يعني هيك سكل شايف هيك بتكون شكل الخلية تمام فبكون سكل سل شايف هاذا هاذا ال change is aish it is reversible it is reversible by reoxygenation برجع مكانه لما يصير احنا قلنا بدي اوكسيجنيتد كيس بصير longtitudinal pattern بينما بري اوكسيجنيتشن فيز برجع الوضع الطبيعي however the repeated sickling لما يصير عندي repeated sickling cell membrane is damaged and the RBC is shrunken permanently with a sickle shape the presence of normal HGA carrier and increased HGF the new born inhibits HGAS polymerization HGF هو بعمل زي كأنه protective mechanism يعني لا السيكلين فبالتالي it protects sickling until the 6th month of birth يعني ليش لانه احنا قلنا HGF بظل موجود بالفيتس لحتى 6 months of age بعديها بقل بشكل يعني بقلو بحلم حلو ال HGA دون تسوات الخطوات في زي كأنه بعد 6 months التسوات الخطوات اعط democrats reli Strategies بمتعلر سيكلينج متى بصير عند استيط قanga متى بصير عند مثل السيكلينج او متى يعني الاصياء المتحدث بالسيكلينج اذا صار عندي li في حbling دathiocygynated cases. إذا أر SEWP raiser ب stealing يمكن أن تصدق إلى ثرومبوس خروني خروني تصدق هيموليتك أنيميا بعد عمر 6 موانات يتبقى على عمر سيكال الخرونيكورس يتترجم برؤية الأنمية إدخل غير الأنفائي الغلاء بروسط الغلاء مضايي المنكوخ كانت نزول تجيب جوماً باستخدام أضافية، تباوائية وسيجنة وأسيديوس تباوائية باستخدام ضحلات الغلاء المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة إخترافة المترجم للقناة وحيدة للطبط المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أما إذا كان عنده trait فإنه فرصة أنه أنا أصنع HbA أعلى حتى لو كنت مثلاً بس فرصة إحتمالية أنه أصنع HbA أعلى من ال HbS فبالتالي تقريباً 55% HbA, 43% HbS والباقي HbF و HbA2 المترجم للقناة المترجم للقناة